كل فترة بقينا نسمع عن متحور جديد من متحورات كورونا واحنا من البداية واحنا متفقين ان كورونا مش هينتهي لكنه هيفضل كل شوية فيه متحور جديد اعراض هذا المتحور بتختلف عن اللي قابله المضاعفات اللي بيسيبها هي دي حاجات اللي احنا مفروض نركز عليها كنا لسه نتكلم مع حضراتكم من كام يوم عن متحور اسمه EG5 ظهر متحور جديد لسه معداش تقريباً 5-6 ايام اسمه GFX ده بينتمي للمتحور الفرعي ومايكرون المخاوف من المتحور الجديد بتكمن في قدرته غير المسبوقة على الانتشار وظهوره في دول ليس فيها اي ربط جغرافي طبعاً احنا دايماً بنتكلم يا جمانة وبقالنا فترة كده بنتكلم ان الاعراض خفت انه ما بقاش يسيب اثار زي المتحورات في بدايتها وكورونا في بدايتها لكن سرعة الانتشار ده العام المشترك ما بين كل المتحورات الاخيرة طبعاً يعني نحن نتكلم حتى طول الوقت من اول بداية كورونا عرفنا ان المتحورات ممكن تختلف خصائص انتشارها انها ممكن تبقى منتشرة اكثر او اكثر انتشاراً لكن بتكون حدة الفيروس نفسه او حدة الاعراض بتكون اقل خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن متحورات كورونا الجديدة من دكتور اشرف عقب رئيس قسم المناعة بجامعة عينشام صباح الخير لحدك يا دكتور صباح الخير صباح الخير فهم يعني كلنا بنكلم عن اي جي فايف وهذا المتحور ودلوقتي بقى فيه جي اف اكس ايه الفرق بينه وبين بعض وإيه حقيقة انه اكثر انتشاراً وانه بيظهر فيه دول بفيش بينها وبين بعض اي ربط غرافي في البداية طبعاً لازم نقول انه الفيروسات عندها قدرة على التحور عموماً والفيروسات في منها اشكال مختلفة عندنا فيروسات تركيبها RNA او فيروسات تركيبها DNA فرق انه RNA ده شريطه راسي واحد بس لكن DNA عبارة عن شريطين بيلتفوا حوالين بعض فيروس كورونا هو من النوع RNA وبالتالي عنده قدرة على التحور بشكل اكبر طول الوقت طبعاً بنسمع عن متحورات لكن منظمة الصحة العالمية الحقيقة صنفت المتحورات دي بشكل بحيث ان احنا نقدر نتفاهم ونتعامل معاهم ففي البداية هي بتصنف اي متحور جديد على انه هو تحت المراخبة وظل تحت المراخبة بحيث انه يسجل عنه كل الخصائص اللي ممكن نقدر نبني عليها افكارنا واجراءاتنا اللي احنا هنستخدمها بعد كده المتحور الاخير اللي هو بي اي تو بوينت ايت سيكس اللي هو الجي اف اكس ده لازال لسه تحت المراخبة اما اي جي فايف انتقل من مرحلة تحت المراخبة واصبح مسير للاهتمام اذا احنا عندنا درجات بتحطها من نظمة الصحة العالمية اول حاجة ان هو يظل تحت المراخبة لغاية ما نبقى عندنا معلومات كويسة عنه بعد كده اذا كان فعلا مهم يبقى مسير لاهتمام اذا كان لي خصائص في الانتشار وشدة المرض كبيرة ينتقل الى مرحلة تالتة اسمها مسير للقلق وهو ده يمكن الفيروسات الاولانية اللي كانت مسببة للأعراض الشديدة زي الفا وبيتا وجامع ودلتا كانت مسيرة للقلق لكن كمان في مرحلة رابعة بنسميها انه وخيم العواقب يعني اذا كان الفيروس فعلا من خصائصه انه هو يؤدي الى انتشار شديد ووفيات عالية جدا يبقى احنا عندنا الاول تحت المراخبة وبعدين مسير الاهتمام مسير للقلق وبعدين وخيم العواقب الحقيقة ما عندناش لغاية دلوقتي من كورونا اي حاجة وخيمة العواقب لكن بنتكلم بقى على اي جي فايف اللي هو اصبح دلوقتي منتشر بالنسبة كبيرة وفعلا سجلت من نظام الصحر العالمية اعداد كتير على مستوى العالم فاكتر من واحد وخمسين دولة وبعض الحالات اللي نقدر نقول انها تجاوزت مليون حالة لغاية دلوقتي بالنسبة ل اي جي فايف بالنسبة للمتحور الاخير ده يمكن تم وضعه تحت المراقبة في شهر يوليو السنة دي اللي هو البي اي تو بوينت ايت سيكس ليه اسم دلوقتي يسموه بيرولا لانه منظمة الصحة العالمية الحقيقة بدأت تستخدم الحروف اليونانية القديمة في تسمية المتحورات فمثلا ال اي جي فايف اسمه دلوقتي ارس والاخير دوت اللي هو بي اي تو بوينت ايت سيكس اسمو بيرولا المتحورات بيتم دراستها من ناحية خمس حاجات مهمة اول حاجة معدل الانتشار يعني هل هي سريعة الانتشار فعلا ولا لا نمرت اتنين شدة المرض هل هو بيؤدي الى مرض شديد ممكن يبقى ليه عواقب بعد كده عند الشخص اللي هو بيصبي الحاجة التالتة استجابته للأدوية واستجابته للقاحات واخر حاجة طريقة التشخيص بتاعته هل فعلا طرق التشخيص الموجودة بتقدر انها تتعرف عليه ولا لا لازال لسه المتحور الاخير اللي هو بيرولا او بي اي تو بوينت ايت سيكس او الجي اف اكس بقى فيه مسميات الحقيقة كتير لازال لسه تحت المراقبة لانه لازالت المعلومات قليلة يمكن اللي تم تسجيله لغاية دلوقتي من العينات اللي اتخدت تسع حالات لكن التسع حالات دول مش معناهم ان فيه تسع حالات هما المصابين لا هما تسع حالات اللي اخدوا منهم عينات فبالتالي قد يكون هو موجود بدلي عن كده بشوي طيب عظم جدا انا لو جالي كورونا بعرف منين ان هو اي متحور وهل بمجرد ظهور متحور جديد ده معناه ان انا مصاب بالمتحور الجديد ولا ممكن مثلا متحور سابق الحقيقة كل الاحتمالات موجود بس اعتقد ان جيل الفا وبيتا ده خلاص يعني اه بالزبط يعني احنا دلوقتي بنشوف المهيمن على الاصابات هي المتحورات الحديثة من اوميكرون وكلها يعني طلع من السلالة الاخيرة اللي هي اوميكرون اوميكرون تميزت الحقيقة بانها الاعراض بتاعتها بسيطة يعني معظمها اعراض شبه البرد والانفلونزا بيبقى فيها ارتفاع بسيط في درجة الحرارة الانف العضلات سيلان الانف احتقان الحل اذا كان فيه كحة تبقى كحة خفيفة لكن لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي زي دلتا وجامل السابة لان احنا كنا بنشوف زمان انه فيه اصابات للجهاز التنفسي السفلي والحوائصات الهوائية فالعيان يبقى عنده دي في التنفس ونقص في الاكسوجين ويحتاج انه هو يخش الرعاية المركزة لا اوميكرون وكل المتحورات اللي طالع منه كانت اصابات الجهاز التنفسي السفلي ندرة مش موجودة بالنسبة جميلة طيب دكتور فيه كل شفاية وحنا بنسمع عن متحور جديد بنلاقي اخبار خارجة عن انه فيه منتهى الخطورة انه اعراضه قوية جدا انه اللقاحات ما بقتش بتؤثر فعايزة رد حضرتك على كل هذه الاحاديث اللي بتبقى دايما موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي هل اصلا متوقع انه يطلع ويخرج متحور لكورونا يكون برضو حدة الاعراض كبيرة او عالية زي اللي شفناه قبل كده زي الدلتا وبيتا واللي هنكون متكلم فيه دا ولا لا وفكرة اللقاحات لسه مؤثرة ولا لا طيب هو ده طبعا دراسات مهمة جدا العالم كله بيبحث عنها ومنظمة الصحة العالمية بتنظمها علشان فعلا تقدر تطلع معلومات تتخذ بها الدول لاجراءات المناسبة حسب الحالة الوبائية فبيتم طبعا دراسة معدل الاصابة يعني الشخص المصاب يقدر يصيب كم شخص اخر سليم وده شيء مهم الشيء التاني هو شدة الاصابة يعني الاعراض اللي بتحصل نتيجة الاصابة بالمرض ده او بالمتحور ده هي في مجملها قد ايه دمر التلاتة الادوية اللي بتتاخذ هل فعلا بتكون فعالة مع المتحورات الجديدة ولا لا وكمان اللقاحات الموجودة هل فعلا ممكن تفيد الناس اللي بياخدوها علشان تمنع الاصابة بالمتحور الجديد ولا لا واخر حاجة هل كمان وسائل التشخيص اللي احنا بنستخدمها زي الPCR مثلا هل هتنفع مع المتحور الجديد ولا لا لما بيحصل تغييرات جوهرية في الفيروس طبعا استجابته للدواء بتقل شوية وكمان استجابته للقاحات القديمة بتبع اقل وفي نفس الوقت الناس اللي تم اصابتهم قبل كده وارد انه يحصل اصابات تانية بالفيروس كل ما بيحصل تغيرات جوة الفيروس معناها انه بالطبع بتاعه بقى مختلف وبالتالي علينا ان احنا نتخذ الاجراءات اللازمة على حسب الحالة الوبائية طيب انا دلوقتي اعدت مع حد عنده كورونا عنده ايروس اي جي فايف وبعد شوية اعدت مع واحد تاني عنده كورونا عنده جي اف اكس هل ينفع يجيلي متحورين او ان انا اخد العدوى من الاتنين وطلع متحور جديد بقى من عني طيب خلينا نتكلم على موضوع التحور نفسه ليه الفيروس بتحور هو احنا بنتكلم على الفيروس وكأنه كائن حي الواقع هو مش كده الفيروس هو عبارة عن شريط وراسي وعليه يعني غلاف دهن الشريط الوراسي ده بيخلي الفيروس او نقدر نقول عن الفيروس انه هو لا يأكل لا يشرب لا يتحرك كمان لا يتكاثر طب ايه اللي بيحصل لما بيخش هذا الشريط الوراسي او الفيروس نفسه بقى جوه جسم الانسان الخلية بتاع جسم الانسان بيجي لها تعليمات التعليمات دي نتجة انه الفيروس بيخش جوه تركيب الخلية فبالتالي بتبدأ تتكاثر ويحصل انقسامات للفيروس ممكن لو الانقسامات دي حصل فيها اخطاء يطلع فيروس جديد او متحور جديد علشان كده العوامل اللي بتسبب التحورات عوامل مختلف ممكن تبقى عوامل خاصة بالخلية نفسها او بالشخص المصاب هو عنده امراض ايه وبياخد ادوية ايه وموجود في اي مكان او كمان الانفيرومنت اللي هو البيئة اللي حوالين هذا الشخص علشان كده ساعات بنشوف المتحورات بتظهر في دول معينة او في قرات معينة وبعدين تبدأ تنتشر موضوع التحور ده الحقيقة ده طبع الفيروس او من خصائص الفيروس وبالتالي هو ده اللي بيخلي فيه ساعات قلق من انه هو ينتشر لانه العالم اصبح دلوقتي مترابط ومتواصل مع بعضه فممكن اي حاجة بتحصل في اي مكان نبص نلاقيها حصلت في مكان دين اللي حضرتك سألت عليه هل انا ممكن يجيلي اصابتين نوعين من الفيروس وارد لكن في حاجة كده ساعات اي بنتكلم عليها انه الجسم نفسه بيقدر انه هو يعمل نوع من الحماية لانه يصب اكتر من الفيروس وعلشان كده ممكن ساعات كمان الاجسام المضادة اللي بتتكون نوع من المتحورات بتكون الى حد ما بنسبة تقدر تمنع الاصابة بالفيروس التاني لكن طبعا وارد برضو انه يحصل الاصابات بشكل مختلف ووارد انه يحصل كمان ان التحورات تحصل في جسم شخص واحد باكتر من عدد كبير ونبص نلاقي يحصل نوع من الانتقاء الانتقاء اللي هو ايه اللي هو ان احنا نلاقي متحور معين اصبح الظروف اللي موجودة تسمح له بانه هو ينتشر بشكل اكبر وهو ده اللي بيخلي فيه نوع من زيادة الاعداد طيب دكتور في بعض الدول رجعت مرة اخرى لفكرة الاتمام بارتداء الكمامات شايف انه دلوقتي لازم او افضل ان احنا نرجع نلبس الكمامات مرة تانية ولا لسه يعني الوضع مش محتاج طيب منظمة الصحة العالمية بتدي معلومات للدول علشان تقدر تاخد الاجراءات اللي تتناسب مع الحالة الوبائية اللي موجودة فيها وعشان كده المعلومات هي الاساس اللي بيخلينا نتخذ الاجراءات لكن لازم نكون عندنا برضو بعض الوسائل الوقاية الشخصية يعني كورونا علمتنا انه غسيل الاجراءات مفيد وان احنا فعلا بمجرد ان احنا نقسل ايدينا مرات متكررة وخاصة اذا كنا بنتلامس مع اسطح ناس كتير تعاملت معها ده بيساعد الحديد موضوع الكحة والعطس وان الواحد يخرج افرازات منه لازم ده يعملوا في منديل ورقي وتخلص بينه بشكل يعني آمن يعني مش معقول ابدا اكون انا عندي اعراض تنفسية او ان انا عيان وعد اكوح وعطس فلوس الناس من غير مراعاة انه انا ممكن اكون مصدر عدوة لي كمان لازم الناس ما تتواجدش في الاماكن اللي مغلاقة غير جيدة تهوية بشكل كبير ودولة الحقيقة ساعدت على الحكاية دي بتحول الرقم لانه اصبح دلوقتي ممكن اي واحد يحصل على الخدمات اللي هو عايزها من غير ما يوصل او يروح للاماكن اللي بتقدم الخدمات ده ده طبعا مش شيء مهم موضوع الكمامات بقى لازم اي شخص عيان يعني مصاب بامرات تنفسية المفروض انه يلبس كمان لانه هو بيتعامل مع ناس يعني مش معقول ابدا اكون انا مصدر عدوة وامشي ااا قعدي كل اللي حواليه سواء في بيتي او حتى برا واي واحد مريض بيعاني من اعراض تنفسية يفضل انه هو ياخد اجازة يعني مايروحش الشغل هو عيان وابده برضو في نفس الوقت اذا اضطر ان هو يكون موجود في مكان يعني فيه اعداد كبيرة لا لازم يلبس كمامة الاشخاص الاصحاء برضو نفس الحكاية لو انا موجود في مكان مغلق وغير جايد التهوية ألبس كمامة لكن فرض الكمامة بيعتمد على الحالة الوبائية او الاعداد اللي موجودة لو لقينا ان اعداد فيه فعلا اعداد كبيرة لا طبعا يفضل ان احنا بنلبس كمامة لا هو فيه كمان دكتور فيه ناس بتفضل لبس او ارتداء كمامة من غير اي وجود اي اعراض او امراض او اي حاجة بتحافظ على نفسها بتحاول هي بتبقى عادة عندها يعني بنشوف كمان ده موجود في دول كتير جدا ممكن طبعا بس يعني احنا برضو مش عايزين نخلي فيه مبالغة في التعامل مع الظروف الموجودة الوضع الوبائي هو اللي بيفرض علينا ان احنا نتصرف ازاي انا بلبس كمامة اذا كنت مريض اذا كنت في مكان مغلق اذا كانت الحالة الوبائية فعلا تفرض كده يعني فيه اعداد كبيرة موجودة وبتعاني من المشكلة دي لا طبعا انا المفروض ان انا نحن يعني كمان حضرتك بتنصح بانه عدم الافراد كمان في ارتداء الكمامة طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اشرف هو برئيس قسم المناعب جامعة عين شمس نورتين يا فاند شكرا جزيلا يا فاند